بلا شك أن هذا الصاروخ اليمن الثاني الصاروخ الباليستي الذي حلق لألفين وخمسمائة كيلو متر ليصل إلى إسرائيل بشكل مفاجئ والذي لم يتم استياضه أو حتى التبليغ عنه أو الإبلاغ عنه من قبل البوارج الأمريكية والأوروبية في البحر الأحمر ولم تخرج إليه الطائرات الحربية الإسرائيلية لاستياضه في السماء هذا كله يؤدي إلى أن هناك اختراق واضح للصواريخ الباليستي هذا ثاني صاروخ باليستي يطلق من اليمن باتجاه إسرائيل كان هناك أيضا المسيرة نجح اليومنيون لثلاث مرات وذلك للوصول إلى عمق تل أبيب بأمس كان هناك صورة مخيبة للأمال عند الإسرائيليين عندما شاهدوا هذه المساحة الواسعة 2.5 مليون إسرائيلي تعرضوا إلى صفرات الإنظار وهذا في إشارة إلا أننا نتحدث عن أوسع نطاق لإطلاق صفرات الإنظار في إسرائيل كلها لا يوجد هناك مكان آمن في إسرائيل في إيلات في الجنوب هناك المسيرات اليمنية والعراقية في النقب كان هناك المسيرة العراقية قبل أربعة أيام القطاع غزة كما تعلمين الحرب مستمرة في الضفة الغربية القطاع المستمر بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في نابلس وجنين وطول كرم تل أبيب محيط تل أبيب رمد جان كل منطقة الوسطة تتعرض إما لصواريخ حزب الله أو لصواريخ الصاروخ الباليستي اليمني الذي شهدناه لو ذهبنا إلى الشمال إلى منطقة حيفا والناصرة وتبرية كل منطقة هذه قد تعرضت صباحا في اليوم إلى وابل من الصواريخ أما هنا في الجليل الأعلى فباتت الصواريخ شيئا اعتياديا اليوم علمنا بأن الصندوق الايتماني العالمي سوف يقلس من الوضع المصرفي لإسرائيل وذلك للمرة الثانية خلال هذا العام وإسرائيل التي كانت دولة قوية جدا في موضوع الايتمان المصرفي يبدو بأنها سوف تتعرض إلى خيبة جديدة بعد إغلاق 50% من المصالح التجارية حسب التقارير الاقتصادية في المنطقة الشمالية وعشرين في المائة في كافة أنحاء إسرائيل التأثيرات لهذا الصاروخ ليست تأثيرات فقط عسكرية ولكن نفسية لا يوجد هناك مكانها من إسرائيل